سبعون رجلاً ومعهم امرأتين أقبلوا جميعاً إلى مكة في العام الثالث عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون عباد الله لماذا أقبلوا وماذا كانوا يطلبون كانوا يطلبون لقاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلموا هناك في المدينة وجوههم لله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى أقبلوا ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة البراء بن معرور عليه رضوان الله وهناك بايعوا رسول الله بعد أن أخبرهم ببنود البيعة تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وفي النفقة والعسر واليسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يبايعوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يقولوا في الله لا يخافون لوم تلائم طلب منهم أن ينصروه فيمنعوه مما يمنع منه أزواجهم وأبناءهم وأموالهم إلى آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل المقابل في النهاية الجنة قال ولكم الجنة لم يطلب منهم أن يبيعوه في مقابل الدنيا بسلطانها وزخارفها وأموالها وعروشها وكروشها وإنما قال ولكم الجنة هكذا كان المقابل هو الأعظم من نوعه يا عباد الله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخير أصحابه أو يطلب منهم أموره من يفعل كذا وله الجنة من يقوم بكذا وهو رفيق في الجنة إلى آخر ما كان يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم لم يعدهم يوم من الأيام بحضيقة غناء أو بشيك بنكي مفتوح الرصيد أو يعدهم بمنصب من المناصب المرفهة أو غير ذلك من الأمور وإنما كان تعوده دوما عليه الصلاة والسلام الله والجنة الله والجنة ولذلك رأينا منه ومن أصحابه عليه الصلاة والسلام ما عز الله عز وجل به الأمة ورفع شأنها في كل مكان ولذلك قام هؤلاء الأنصار الأخيار في ذلك المشهد ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام على ما سمعوا منه في بيعة العقبة الثانية إلا أن أسعد ابن زرارة وكان أصغر القوم قام وأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمدها إلى أحدهم أو أن يصافحه أحدهم أو يبايعه أحدهم قام إليهم وذكرهم لأن في بيعتكم هذه معادات العرض يعني معادات الناس كل الناس هكذا فقاموا إليه وقالوا يا سعد أمط يدك يا سعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلمها أبدا يعني نحن فهمين الأمور ويعني عندنا ضرايا وعندنا خبرة وعندنا إلمان بما سيقع لنا وبمن سيعادينا وكيف سنواجه من حروب وسنواجه من مشاكل مع هؤلاء القوم حتى يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى ولذلك أيها الأحبة بيعة العقبة الثانية التي سبقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشهور تقريبا كانت بيعة مباركة جدا تعلمنا منها واستفدنا أنها للدعوة ضريبة لا بد من دفعها ولذلك لا عجب ولا غرابة أن نسمع يعني اللقمان هو يعظ ولده كما جاء في القرآن ويقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك اصبر على ما أصابك إذن لا بد من الابتلاء في سبيل الله تبارك وتعالى فالطريق إلى الله ليس مفروشا بالورود والريحين كما يظن البعض وله طريق ملءه الأشواك وملءه العقبات وملءه العوائق هكذا الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات كما أخبر الرسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك رأينا تلك البيعة يا عباد الله لنتعلم منها أيضا أن الناس في الاستجابة إلى أمر الله تبارك وتعالى أو إلى الهداية ليسوا سواء ليس كل الناس يسارع في الهداية حينما يسمع عنها أو يسمع كلاما منها لكن ليس كل الناس رأينا نوحا عليه السلام يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين وما آمن معه إلا قليل في الوقت الذي رأينا أبا بكر الصديق من أول كلمات يقولها له رسول الله يقول أنا رسول الله قال أمنت بالله وأنك رسوله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رأينا سحرة فرعون لما رأوا الآيات بمجرد أن رأوها خروا بين يدي ربهم عز وجل سجد وقالوا كما جاء في القرآن آمنا برب هارون وموسى في الوقت الذي رأينا رجلا كأبي جهل أو غيره من صنضيد الكفر في ذلك الوقت انظروا إلى فرعون انظروا إلى طغيانه وجبروته كم دعي إلى الله تبارك وتعالى من قبل موسى وهارون وأهل الإيمان لكن دعوتهم ما زادته إلا طغيانا واستكبارا وعنادا حتى مات على الكفر والعياذ بالله فهذه البيعة وتلك الهجرة المباركة نتعلم منها أن استعجال الشيء قبل أوانه يعاقب الإنسان بحرمانه ولذلك اصبروا على الدعوة إلى الله واصبروا على الناس ولا تتألوا على الله ولا تحكموا على الناس بجنة أو بنار ما داموا على قيد الحياة وأنتم كلكم أمل في الله تبارك وتعالى أن يهدي إلى رحمته وإلى طريقه الناس أجمعين ترجمة نانسي قنقر